اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول الرئيس مندس الوزراء على تمييز العلاقات البحرينية الاماراتية على جميع الصعود في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط اخوية متينة عكسها اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة واخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله مشيرا سموه الى ان مملكة البحرين تسعى دوما الى توطيد علاقات التعاون بينها وبين دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم اهداف التنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم معالي السيد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي السيد احمد بن علي محمد الصايق وزير دولة ورئيس مجلس ادارة سوق ابو ظبي العالمي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك في اطار زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة السلام من اجل الازدهار التي تستضيفها المملكة بشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية حيث اشاد سموه بمدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة ووقوفها بجانب المملكة في كل ما من شأنه ان يدعم مختلف مسارات التنمية فيها ويعود بالنفع لصالح البلدين الشقيقين من جانبهما اعرب معالي السيد عبيد بن احمد الطير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي السيد احمد بن علي محمد الصايق وزير دولة ورئيس مجلس ادارة السوق ابو ظبي العالمي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية الاماراتية على مختلف المستويات متمنيان لمملكة البحرين دوام النومائي والازدهار